الوحدة بتعرفوا في كل حديثة مع غير المسيحيين دايما بيجيبوا فكرة الانقسامات والأفكار اللي مختلفين عليها خليها تبتدي في القيادات هاي الوحدة آه طبعا في اختلافات ورح تضل هاي الاختلافات لمجيء ربنا يسوع المسيح لكن احنا واحد حقيقة انشئت ام ابيت احنا واحد لان هاي الكنيسة الكنيسة جسد المسيح التي هي جسده مكتوب وانه المسيح هو الرأس رأس الكنيسة فاذا احنا واحد لانه الرأس واحد ما فيش اكتر من رأس آه في ادوار في الخدمات المسيحية لكن عنا رأس واحد اللي هو يسوع المسيح والجسد الغير منظور كنيسة الرب الغير منظورة اللي بتضم كل المؤمنين على مر العصور والازمان من كل خلفية من كل شعب من كل امة من كل لسان فاذا احنا واحد في المسيح شيء تاني احنا واحد لانه مكتوب اعتمدنا لجسد واحد وسوقينا بالروح الواحد وهي الوحدة هي اللي بتمجد وبتعبر عن محبتنا وعن قوتنا الشيطان بيعمل ضد الوحدة في المزمور 133 مكتوب هو ذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا هناك امر الرب في البركة خلينا نبتدي نشوف نهضة خلينا نبتدي نشوف فعلا انتعاش خلينا نشوف شفاء خلينا نشوف بركة خلينا نشوف حضور مجد الهي يرجع لكنيسنا ومنابرنا وانه مجد البيت الاخير يكون اعظم من مجد البيت الاول رح نشوف في هاي الايام اجتياح روحي في كل انحاء العالم بقوة الرب يسوع المسيح لانه احنا واحد طبعا موضوع طويل نتكلم عنه بس الرب يعطينا انه نعم